شوية من الأمهات يمكن بعد الولادة بيتعرضوا لمسألة اكتئاب ما بعد الولادة ودي حاجة بتقلب حياتهم وبتغيرها وبتسرق فرحتهم بالطفل الجديد طيب عايزين نتكلم أكتر عن مسألة اكتئاب ما بعد الولادة وهل كل اللي بيولد بيجيلوا اكتئاب ما بعد الولادة أعراضوا إيه درقتوا إيه مسألة إنه شدته إزاي الناس اللي حواليها يعرفوا إنها بتعاني اكتئاب ما بعد الولادة من غير ما يقولولها كل الناس بتولد وكل الناس بتعدي بهذه المرحلة والمفروض لو اكتشفوا يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي علشان يساعدوا السيدة انها تتخطى هذه المرحلة الصعبة من غير ما تأذي نفسيا او كمان يمكن تأذي اللي حواليها خلونا نعرف بالتفصيل للوقت منذ فتنة لما ورانا في الستوديو الدكتورة مونة حمدي استشاري الصحة النفسية والارشاد النفسي صباح الخير عليك يا دعوة صباح الخير بالفل صباح الخير بالفل نتكلم عن اكتئب ما بعد الولادة وعايزين نقول للناس ببساطة ايه هو الاكتئب ما بعد الولادة وهل كل الستات اللي بتولد بتصاب باكتئب ما بعد الولادة والناس اللي حواليها يعرفوا ازاي ازا كانت معرضة لده ولا لأ علشان يمكن احنا عندنا مورثات انه ده كل الستات عدد بهذه المسألة حتى لو لاحظوا ده ما بيهتموش تعرفي بقى ان منبع المشكلة اللي حضرتك قلت عليه في الاخر ده فكرة ان عدم وجود الثقافة النفسية وفكرة ان انا اتكلم عن مشاعري افسح عن اللي جوايا وفكرة الضغط اللي بيبقى ملقى على الام او مضغوطة عليها بان هي عادي زي ما انت قلت كلنا مرينا بالموضوع دوت وتدفيه المنور وتستحى وان هي تبقى خايفة يبقى قس المشكلة واللي بيخليها تتفاقم انها خايفة تعبر عن احساسها خايفة تقول انا مش قادر المسئولية انا حاسة ان انا مش هعرف اقوم بالواجب ده فكرة السوبر موم او الموم جيلد بتبقى موجودة عند غالبية الامهات اللي هي زنب الامومة وبالتالي بيكون دايما عندها خوف من التأثير وكمان ايه بقى الفكرة الاكتئابة بعد الولادة هي الفكرة ان احنا لازم الاول نفرق ما بين حكين منفصلين تماما يتشبهوا ولكن هما مختلفين اضطراب النفاس اللي هو بيبي بلوس كآبة نفاسية والبوست باردام ديبريشن اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة اولا الاولاني ده نوع من انواع الاضطرابات اضطراب مزاجي يعني بيمر به 80% او اكثر كمان من النساء اثناء الحمل ويستمر معها بعد الولادة تمام واحيانا برضو زي ما قلنا في الفاصل ان هو بييجي للرجل ولكن رجل بواصفات معينة هنقول عليها بعد ازاي دفن هقول لحبب اول مرس معنا بصراحة هي الفكرة هو لو بيحس بالشخصية اللي معاه اعتقد يتاقطه المفروض يتأثر لو كانت مكتابة او لا بييجي الدوعية معينة من الرجال اما رجل مرتبط بزوجته ارتباط عاطفي شديد فبالتالي هو حاسس بيها في كل مراحلها هو متضايق علشانها هو قلان عليها تاني حاجة اللي كان عشان كده دفن ما مشوفش تعرض الكتير من الرجال لانه لا والله بيتعرضه بس مش بيعبره هي الفكرة ان الرجل عنده سمة ايوا سمة التكتب عشان الفكر الموروظ ثقافي ان انا رجل لا ابكي لا اشتكي لا افصح ان انا ضعيف ففكرة ان هو بيجي عند الرجل لما بيكون مرتبط عاطفيا بزوجته بيجي عند الرجل لو كان عنده عامل وراسي وكان اصيب انت دراسات بتقول ان احتمالية اصابة الرجل او المرأة باكتئاب ما بعد الولادة او الكئابة النفاسية بيزيد احتماله اذا كان احد الوالدين كان اصيب بهذا الاضطراب او هذا المرض طبعا احنا ما بنبقاش عارفين لان محدش بيتكلم لان ما يصحش ان انت تقولي انا مش حاسة بمشاعر نحيط طفلي انا مش عايزة امسك طفلي انا خايفة ان انا اعمل حاجة انا مالي ومالي المسئولية دي كل المشاعر دي بتصيب الام في حالة الكئابة النفاسية اللي هي البيبي بلوز اللي هي بتصيب كل النساء اللي احنا كلنا عدنا بها بعد ما الواحد بيولد بصي لقي نفسه منهار عياط استرس تنشن ضغوط كل ده خوف من المسئولية اللي جاي هو فيه عاملين بيتحكموا في الموضوع ده عامل فيسيولوجي انه فيه الخفاض شديد ومفاجئ في الهرمون الاستروجين والبروجسترون كانوا عاليين جدا وفجأة انخفضوا وبيصاحبهم انخفاض في الموساطة العصبية الخاصة بالمزاج اللي هي السيريطونين والدوبامين فبالتالي المزاج بيكون مضطرب بمعنى ان انا عندي تقلبات مزاجية علشان كده دكتور بنقول يكون لها تعامل بشكل خاص بعد الولاد هو بس هو التعامل الخاص ده احنا هنقوله بعدين بس انا عايز اكمل فكرة ان انا الكئابة دي بتعدي على كل الامهات وما بتاخدش فترة اكثر من عشرة ايام 14 يوم وممكن تقل عن كده وتبقى اقل في الشدة اذا كان الزوج داعم اذا تلقت السابورت من الزوج نمبر ون ثم الام عشان كده بنوجه رسالة للامهات ما تسيبيش بنتك اول اسبوعين اول اسبوعين مهمين جدا 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 عشان تمر بكئابة النفاس والزوج لازم يكون بيدعمها وتتكلم وبنطالب الزوجة انها تتكلم وتعبر عن مشاعرها وما تقلقش ولا تخاف والناس تستقبل هذا لان المشكلة كلها على فكرة الموضوع دا موجود من زمان ولكن الحوادث اللي بتحصل هي اللي بتخليه يطفو على السطح والناس بتستغرب وعايزين نطمن الناس كمان ان على فكرة مش كل واحدة يجي لها البيبي بلوز او الباست باردام ديبريشن دي هتتأذي نفسها او هتأذي طفلها ده ما بيحصلش انها توصل لهذه المرحلة من السايكوسيز هي تعتبر وصية لزوان اللي بتقدم على هذا هي امرأة كان عندها ميول اكتئابية وراسية يعني هي عندها في العيلة الجين بتاع الاختئاب ولكن مسكوت عنه ولم يعالج فبالتالي لما كل ما بيجي لها بيبي بيظهر عندها الدبريشن ده هذا النوع وكل مرة يتجدد وممكن يستمر لسنوات بيتجدد مع الولادة الجديدة وفكرة ان هي بتكون الموضوع بقى ما بيعودش 14 يوم زي البيبي بلوز لا ده بيعود 3 شهور بيعود 6 شهور ممكن ييعود سنة كاملة طبعا وممكن يستمر لسنوات متعددة ثقافة التعامل في الحالات دي يا دكتور نعم ثقافة التعامل في الحالات دي ثقافة التعامل احنا عندنا 14 يوم احنا وانا كان بوافق للام دي لاحظت انه لا لسه فيه طبعا لو انا واخد بالي اصلا لانه بتكون الكارثى احنا عندنا 3 اطراف عندنا الام وعندنا الزوج وام الزوجة التلاتة دولة لو هم عندهم بيقدموا لها الدعم الكافي وهي لازم تعبر عن مشاعرها ما تخفيش انك تقولي انك انت متضايقة ان انت مكتئبة ان انت ايه ده انا مش عايزة الطفل ده انا ايه اللي خلاني اخلف كل المشاعر دي احنا بنحس بيها انا مش هقدر اتحمل المسئولية مفيش اي حاجة ايه اول حاجة الزوجة مفروض انها تعبر عادي عن مشاعرها الزوج لابد ان ايه ده عم زوجته وما يستهترش بمشاعرها وقولها فيه ايه مع احنا امات كلهم جابوا واهلنا كلهم جابوا وفيه انت متدلعة لا مش متدلعة ده مرض لو استمر اكتر من ثلاث شهور المفترض انها تلجأ لمتخصص لان ده معناه انها عندها جين الوراثي وانه لو تساو ممكن يتحول لزهان وممكن يتحول لوسواس كهري وبالتالي تقدم على ايزاء الطفل وممكن تأذي اولادها كلهم لان بيجي لها وبيجي لها ضلالات وهزيان وافكار يعني انتحرية افكار ايزاء وافكار مرضية فاحنا عايزين اول حاجة الزوجة تعبر عن مشاعرها الزوج يتقبل ده هو والام ام الزوجة ويدعمها طيب احنا عايزين كمان نطمن الناس ان البيبي بلوس ده حتى لو جيلي رجال او للنساء هو بيعدي بعد 14 يوم بالكتير خالص لو عايزين نخليه اقل من كده ممكن ايه نتكلم عن الدعم ده عظيم جدا بس من كلامك انا مستغرب بصراحة لما قلت ان الازواج ممكن الزوج نفسه يصاب باكتئاب ما بعد الولادة دي اول ما رسمعها بصراحة طيب هو الدراسات العلمية تحيرت في السبب ان الرجل لماذا يأتي له احنا عارفين الاسباب بتاعت الام انها عندها عامل فيسيولوجي عشان الهرمونات وعندها عامل نفسي عشان قلق المسئولية طب والراجل هو الدراسات العلمية قالت ان اكتئاب ما بعد الولادة بيجي لرجل فيسيولوجيا انه وجدوا ان فيه انخفاض في هرمون التستسترون اللي هو هرمون الزكورة وده بينخفض نتيجة ايه بقى بينخفض عنده هو نفسي الانم المسئولية عنده ضغوط مادية ما عندهش دعم نفسي من الاخرين علاقته بزوجته يا اما شديدة العاطفية والارتباط يا اما علاقة متوترة عنده عمل غير منتظم يعني فيه قصة شهيرة لموسيقي كندي على ما اتذكر اسمه كوسلا او لوكاس حاجة زي كده هذا الكندي اللي كان موسيقي جاله اكتئاب ما بعد الولادة وده دعاء ان هو يدرس الموضوع ويتقدم له هيئة البخوص انها تعمل بحث وبناء على البحث ده قرروا انه فعلا بيحصل للرجال بس عشان الراجل ما بيعبرش اكتر كمان وبيفضل كاتب في نفسه فده ممكن يتفاقم معاه ولهو برضو نرجع نقول عنده العمل الوراثي ممكن يوصل لمراحل اذا واحنا سمعنا فعلا حوادث قالت ان فيه رجال اقدمه على اذا اطفالهم اللي لسه مولودين ودايما بيجي للامهات جديد الولادة نقطة المنحة المنحة المرة تولد بنتكلم طول الوقت على انه مهم جدا ان اللي حوالينا يدعمونا لكن مهم كمان ان انا اخد بالي من نفسي ومن صحتي النفسية الستة اول ما تعرف انها حامل ويمكن ده كمان مهم من قبل الحملة ومن قبل الجواز اصلا مسألة الاهتمام بالصحة النفسية عامل مهمة جدا لا يقل اهمية عن الاهتمام بالصحة العامة بس احنا لسه يمكن ما عندناش هذية لا ما عندناش صراحة واحنا بقى بنتكلم في الحملة واجه التحديد بيبقى فيه حالة من اختلاف الهرمونات فالستات تعمل ايه؟ علشان تدعم نفسها الاول هي تدعم نفسها قبل ما تنتظر الدعم من اللي حولي لا فكرة الوقاية انا محتاج عشان اقلي نفسي من البيبي بلوز او بست باردام دي بريشان ان انا يكون عندي برنامج اثناء الحمل اولا اثقف نفسي عن الولادة وديو بورن الوليد الجديد المسئوليات اللي مطلوبة مني الامراض المحتملة ويكون عندي تيم وارك انا بروح لدكتور النسا بروح لمعالج نفسي مش عيب خالص بالعكس دي صقافة موجودة في كل العالم واحنا محتاجينها لابد ان يكون فيه اشراف نفسي عشان يقدم لك الشكل العلمي يا دكتور دلوقتي عشان برضو الناس تبقى فهمة المعالج النفسي ده بتكون نوع من انواع الحوار والنقاش مش لازم يكون فيه ادوية اللي اذا الحالة تطلبت ده لعيب ولا حرام والحالة تطلبت بتاخد ادوية وطبعا موضوع الشك الدوائي ده المتخصص فيه اللي هو الطب النفسي ده اللي بيدي الشك الدوائي وفي الغالب بنحاول نجنب الام الحامل والولدة عشان اللبن وعشان الجنين اي ادوية فعشان كده لازم يكون متواجد برضو حتى لو هي اعتقد دواء محتاجين المعالج النفسي علشان هو بيقدم العلاج الغير دوائي العلاج الغير دوائي ده بيعتمد على علاج الكلامي بيعتمد على الفضفضة بيعتمد على برامج علاجية احنا بنحطها وفق الحالة كمان احنا محتاجين من الام انها بعد ما تسقط نفسها انها هتمارس التغذية السليمة انها تتعرض للشمس مهمة جدا 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 التعرض للشمس في الاوقات الامنة اللي هي قبل الساعة عشرة وبعد الساعة ثلاثة عشان تاخد فيتامين دي فيقوم الاكتئاب فيتامين دي على فكرة يا جماعة نقصه بيسبب الاكتئاب عنده كل الناس عشان كده في بعض الدول اللي ما عندهوا بالشمس عايشين على ادوية الاكتئاب واحنا الحمد لله عندنا شمس طيب انت كنت بتقولين ان الامة مفروض تصقف نفسها وتقرأ عن اكتئاب ما بعد الولادة شايف ان ده مهم ومفيد لها اولا ده ممكن يدخلها في مود اكتئاب اكتر من كتر الاراية عن الموضوع لا 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 هو بص انا عايز اقول لك حاجة اي انسان عنده استعداد وراسي هو مهيئ ان يجيله اي مرض نفسي بما فيهم الاكتئاب والبيبي بلوزة بتيجي للانسان العادي تعدي بسلام تيجي عند الشخص اللي عنده ميول اكتئابية يحوله الى دبريشان قوي جدا سبير يستمر وممكن لو ما تعليقش زيهم قلنا بيتحول الى زهان او سيكاسيس ممكن بنرجع كل حاجة لمسألة الميول اكتئابية اللي بتبقى موجودة من الطفولة والاترابات النفسية اللي موجودة من الطفولة وما بيتمش اكتشافها غير لما بيحصل يعني كارثة فمنبتدي ندور في تاريخ البني ادم ده ونبتدي يعني بتبقى نوع من انواع المفاجأة انه مصاب بهذه الاترابات طيب اولي الامور يعملوا ايه علشان مسألة انهم ينتبهوا للصحة النفسية لابنائهم وده شيء غاية في الاهمية هو طبعا زي ما قلنا المفروض ان انا انا نفسي يكون عندي مراقبة لذاتي وعلى فكرة ما فيش حد اما عنده اكتئاب ومش عارف بس هي الفكرة ان هو بيبقى خايف يقول او مش لاقي الناس تهتم بدا طب ما انا ممكن اقول انا مكتئب والناس تستهتر بالموضوع ده وانا لازم ابص للتاريخ العقلي بتاعي مش ممكن تكون هي عندك اكتئاب جراسي وباباها او مامتها او الدرجة اللي قبل كده اللي هي الاجداد ما كانش عندهم اكتئاب كل الامراض النفسية غالبيتها اساسها وراسي وبتعضتها الظروف البقية يعني انا ممكن ابقى طبيعية جدا عندي الاكتئاب العادي ولكن لما الظروف الضغطة تبتدي تأثر عليها يعني ايه الاكتئاب العادي دكتور مونة يبتدي يحفز العامل الوراسي عشان يعني يمكن مسألة الاكتئاب دي بتعدي مع الناس كلها وزي ما بقولك مش بنعرف انه في اكتئاب حقيقي غير ما بتحصل كارثة فالفرق البني ادم يعرف زي انت بتقولي كل اللي عنده اكتئاب بيكون عارف انه عنده اكتئاب اعرف زي ان عندي الاكتئاب العادي اللي حضراتك بكتريني عنه ولا الاكتئاب المراضي اللي المفروض يتعالج بالضبط الفرق الواضح جدا هي المدة وشدة الاعراض وجود عامل مؤثر اظهرها يعني انا مثلا دلوقتي عندي مشكلة في الشغل طبيعي ان انا حيجيلي حزن او كآبة او توتر او قلق هنا في اكتئاب مش هنقول عليه اكتئاب بقى هنقول حالة من الكآبة خارجية المصدر اللي هي او خارجية المنشأ في حاجة اوجدتها لكن انا لو انا وبعدين بيطورة فترة اصيارة ما اسبوع عشر تيام بكتير لان على فكرة العقل البشري عنده ميزة مهمة جدا اسمها هيدونيك ادابتيشن او هيدونيك تريدميل يعني ايه يعني الحلقة المفرغة للتلاقم المتعي يعني ايه انا مهما اوصل لدرجة من السعادة واللزة او الحزن الشديد والكآبة دماغي بيحاول يرجعني تاني للإستابلتي لانه هو عنده ميل في تركبته انه هو يرجع لحالة التوازن النفسي ما عدا الناس اللي عندهم ميل وراسي فبالتالي هم اكتئابهم محتاج جزء علاجي دوائي مع نفسي صحيح موضوع مهم جدا مسألة الهتمام بالصحة النفسية الحقيقة جزء اللي يتجذأ من الصحة العامة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة مونة حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي على وجودك معنا النهاردة شكرا لك فانا اشتركوا في القناة